موسيقى أهول بريكي بريكي هضي العاشق بسرعة كده مساء الخير أمال.. فين العاشق أنا.. أنا عايز سناء عايزها ليه؟ أنا بابا بابا؟ أيوة ودي دودو ما ماتها إيه يا شيخ؟ غوظة إيه؟ ممدهشة أنا عايز سناء اللي دخلت الشرعة دي دلوقت الله اتزع عليه يا سونة سونة تعالوا إنا مشوف إنا البلوجة إيه؟ بابا أتزع لي بابا دور ممسرين صحابي وفيه أحد كان عايز يجي يتقدم لي والكثاف تجيبه الحارة وشوف هم معايا مرة في تكره هم أبو يا أمي لا يا ماما بدل الحكاية كده لازم بابا بقى يعرض الحقيقة شوف هي اتفقت معانا أنه أنا أمثل دور الأرض دود يتمثل دور أماما هاي حتى مش مصدقنا، اسأل خطابها يا سيدي بتتخطبتي كمان يا سيدي؟ للدرجات يا بنتي بتستعري مننا؟ وعادة في شقة مشبوهة؟ لا لا، أنا عايز أقولك على حاجة الشقة دي إحنا ما نجمع بيها الشقة المفروشة دي بنتك هي اللي عجرتها اوه يا بابا، اوه والله يا بابا إي جور هيا عطبص العقس دي مش مشبوهة والحاج هبص اوه شو تعبر؟ لا 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 عيب عيب أنا 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 معروف إنت ما بتشوفش إعلانات ولا إيه اعمل معروف؟ إنت اعمل معروف؟ انت عبر برا أنا طلع 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 هدي نفسك أنا طلع تفاضيع اعمل معروف؟ اعمل معروف؟ اعمل معروف؟ اعمل معروف؟ اعمل معروف؟ ، أعمل معروف؟ اعمل معروف؟ شو أعمل معروف؟ اعمل معروف؟ عمر ما هيبقى سعيدة سنة علشان خلاص مات انت كمان يا بنت وامرك ما هيبقى سعيدة طول ما انت عايزها تفجر الدني اللي انت تربتي فيها يا بابا يا بابا انا مش عايزة عايزة يا اختي الريضة اللي عملت اشحتوا عليها عشان تكملوا العفجة وتخلصوا منها اخلاص يا بنت وليه جعلت اتكلمي لا عمر ما اخدت حاجة من حد ولا حد ادفع مالين في حاجة تختجي اللي جات واللي هتيجي كمان والتي عارفة كده كويس اعمل فيك ايه يا دناية اتباحك واشرب من دمك ولا حبسك في البيت وما خليكش تشوفي الشارع خالص رصاني سلامي دي انت كابلتي الحرية واول ما استخدمتيها بدلتين انا امك انا رايح لأمك الحقيقية ناس دي اللي كانت أمك خليك انت بقبل كده بتاعك شوفيه وديكي فين تلقى والنبي اواما سماح لي ما تسبنيش يا اواما خلاص ما بقش عندي سماح ما عندي اهرب كسرة نفسي سكينة مغلوزة في قلدي زي يجيلك قلبي تطلب السماح من ابوك اللي قتلتين قلبي قلبي اواما سيلا اواما سيلا اواما سيلا مفاتيح فين قلبيت معايا يا دي اللخمة عندك على التلفزيون يا اخوي يا بنت الكلب يا انت عايشة معايا ومش معايا ماشي يا هنت برضو مش هترجعي حتى لو عملت فيها عفريتا ماشي يا هنت انا عاوزة غير الالوان كلها في الاول والحيطة دي اللي انت شايفها بفكر اتكسرها لانها حسنها مضيقة المكان ممكن تدينا وسع احسن والحيطان يعني فيه حيطان عاوزة جلدها خشب واحيطان تانية عاوزة عاملها حجر يعني والاضاءة كمان بقى بفكر كلها عاملها يعني اضاءة غير مباشرة ايه رأيك؟ رأيك ايه بس انا عاوزين دي اللي انا بقدش عارف ان انت عبقارية اوي كده عبقارية ايه بس ده شخلي لا على الفكرة انا بتكلم بجد وكمان اتابك معايا انا بجيب العفش عشان اكيدي يعني زوجك هيفرق معايا كتير اوي انا تحت امرك في اي وقت انت لسه مشربتيش العصير يا امل اتفضلكي هشربه حالة تسلم بيدين حضرتك عالفكرة يا مام امل ان شاء الله ان شاء الله يعني هتنين الشقة النادة تانية خالص يا راحي انا مش عارفة ازين بقى جران وفي كنباوند واحد ما نعرفش بعد كل حاجة فقوانا يا طن طب وانت هيسم ايه يعني عمرك ما شفت الامر دي قبل كده او لا ايه؟ لا طبعا شفتها كتير بس الاستاذة على طول مجغولة وحركتها سريع جدا مش بلحة حتى تسلم عنيها لا بصي بقى من هنا ورايح لازم نشوفك على طول ان شاء الله يا طنط هتشوفيني على طول بس انا دلقتي لازم استأزل عشان بابا عمالي كلمني وبيستعجل مستعجل لي امولتي لسه بدري امولتي حلوة امولتي دي سلميلي على بابي وانشوفك تانية ان شاء الله يوصل ان شاء الله ان شاء الله مع السلامة حضرتك اوارتينا مرسي باي باي اعرف مش كورك ازاي بصراحة على ايه ده شو جيبال يلا شوفك على خير باي 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 لبالك من نفسي اه قوليلي بقى ايه رأيه في عمرتك دي كور ايه بقى يا حبيبي اللي عايز تعملو في الشقة انت معاك فلوس اهو بقى فلوس ايه بس يا ماما حتى لو معايا فلوس يعني تفتكري ان انا هيعمل دي كورات الشقة يا جار يعني ومال ايه فتحة السدر اللي فتحها على البنت دي ومالوخشولها ازاي يعني يا ماما وبعدين انت قوليلي بس ايه رأيك في البنت الاول والله البنت زي الفل يا حبيبي يا ربنا جعلها من حدك ومن نصيبك الحمد لله بس ولا يبلاش من حدك ومن نصيبك بلا دي قابل ياوا هتقوليها قدامنا البنت ها ماشي انت ما قلت ليش يعني ايه الموضوع المهم اللي كنت عاوزني فيه انا الشركة في الخريج كلمتني وبعتت الميل وعايز ان ماش رعا يعني احتمال هرجع تاني هتسافر عاوزني انت عجزتك لسه ما خلصتش والمدير بتاعي بيعتمد عليها في حاجات كتير قوي بتقدرت قوليش هطر في شغلي ربنا يحملك احتمال هتسافر بعد العيد اتعرفي صباح كان نفسي استقر هنا وابعمل لي مشاب الدرشين لانا حضشتهم ل وابعمل لي بيت بس الزارك كتب عليها الغربة وانا اتعودت علي كده اللي فارق معايا ومزعاني بس صمي عشان بتواضل لوحدها كتير ومحنس بيسار عليها بيطول عليها صباحا هي بتحب انت احنين قوي على وردتك يا حسين ربنا يخليكم البعض وبعدين ما تخافش عليها وردتك في عناي اسلام حسنة راح فينا ودايمة تبخض كم معلش هلو؟ انا سامية ما حدش كلمك؟ طيب طيب جاية خلاص لا خلاص حال انا هو اه اه دلوقتي خلاص ماشي طيب خلاص جاية بيت سابق سابق انا مقافزة بقى انا لازم امشي انا ملحناش نوم مع بعض انا عارفة والله بس انت عارف يعني الظروف لازم اشوفك قبل ما تمشي اكيد اكيد ده سابق الحساب طيب الشاب بورتغان طيب ايش ايش بسم الله اه كما بيت الله يخرب بيت سنينك اللي انت حبيبتي ده طيب خدي راية بيت والله خلاص مبقاش لك كبير مش نقصة والنبي يا يوسف انا خايفة على بابا قوي قوي مش هايزة روح البيت ما انت كده كده هتروح يا سناء صدق كلمت رضا ايتي انه لسه مروحش لغاية دلوقتي طيب يلا للا امي نروح لو النبي لا مش هايزة روح الله يخرب بيت سنينك على دماغك الزفت كل اللي احنا فيه ده بسبب دماغك انت بتزعق لي يا يوسف عشان اللي انت بتبهدلي ده يبقى عم يا سناء ولو جراله حاجة هيبقى انت السبب وساعتها هتعيش انت مانا طول عمرك اومي اومي دي ايه اللي عملتي ده الله يخرب بيتك هايزة هاجة وقالبها محزنة هو أمك انا خايفة قوي يا رضا يا ما نصحتك يا سناء قدي اللي كلمت كده ربنا يوسطر بقى طيب تب انت شوفت يوه ده غل اه شفته كان ناقس يرطن زي الولاية اذنني لا والله العظيم يا رضا احنا كنا بنهزر ودول شوقت ممثلين بتهزري يا سناء مؤجرة شقة وتقولي لي بتهزري لا يا اختي انت كنت عاملين مصرحية مش ناقس اولنبي يا رضا اوقف يا جنب انت يا اختي طب بطلي كتب يا سناء انت لسه مصرعة في التين وبرده بتجذبي طب اعمل ليه مش عارفة بس بابا طيب وانت عارفة كده كويس المهم يا سناء الله يرضى عليك بطلي بقى اللي بتعملي ده وعيش عاشتنا خايفة على بابا قوي يا رضا ومش خايفة على ماما اللي قلبها كان هيقف من ساعة مسامة اللي حصل نام يا سناء نام يا وده يا ربنا انه هم ينسوا اللي انت عملتي فيهم اي جات برا وقريتها ما جات بتغاقتي لي دلوقتي بقيت على دماغها الواطئة قاعدت تدلع فيها وتقول لي بالراحة عليها يا سعيد بالراحة عليها يا سعيد انا ليس اولع فيها ما سيل تلحيش استفادي ايه لما تلحي فيها خلي ضميرها هو اللي يولع فيها دا لو كان ضميرها صحي انت فاكر كل الناس زيك البيت الجبرانية مش طلعها لك يا روضان انا انا بنتش اتأجرها ابو واما ليه اعيد بتبوها امها انا نازل لا هدروع فين ودينزلش يا روضان سبينة سعيد سبينة انا تعبت عايز انزلين انا فكح لفسي شوين تكلمهاش ولا اللي كدعو بي انا اصلا مش طاق اشوف خليقتها شوح الله حول الله الله ايه اه ايه عم الاهوة اللي معادلة فيها دي دا كلام دا برضو لا 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 خلي بالك انت فقوة معلم حناوي يعني الحنية كلها هنا قاد صاحبي وجايشرب معاي الشاي عادي يعني ريق اتفاضوا امها شاي برباري تحت عمرك عم حميس إيش هاي البرباري ده؟ لا ده مشروب كده بتاع الشعبين ملكش انت فيها عم الكلاس نخش في الموضوع على طول دول مئة ألف جنيه مئة ألف جنيه عم الحاجة الكلام ده ما يقولش خالص أنا معناس كتير جداً وكبيرة وهتقفش كتير يعني الكلام ده ما يقولش خميس يباين بس قرامات في الأول الناس ده بتهزرش عم سعيد بقولك يا خميس اعتبر دي دفعة أولى يا عم ومئة ألف جنيه دول دفعة أولى وإن شاء الله بعد العيد العملية تتحرك شوية وبجيب لك دفعة تانية ماشي عمل حسابك إن الشساد ده كلها هتدق من جديد الله عليك خميس يعني شغل على ما يبيضه مالي حج انت خميس غول المرور عالبقك عالبقك يلا نعد بقى لا نعد بقى إيه ده كده خليهم ببركته عالبقك اللي انت شايفه خميس أنا هعده وأكلم طب استعزين أنا بقى رجالة سلام عليكم سلام ومطلب بركاته والشاي البرباري خميس يلا نطلع عندك فوق ونعد نعد من اهدى كده ده حترقل على الفلوس من أولها في ايه اهدى كده برضه يا صاحبي مفيش صاحبي في الشغل ده شغل وبعدين مالك كده فاكر نفسك حتهيع واختخط من شألة قد كده لا يا حبيبي تجميلك يعني كف مريم كف مريم يعني ايه خمس تلف جدي بس بلاش احنا لسه في اولها واضح ان الموضوع كبير عليك يا صاحب بلاش يا خميس براحتك كل سنة وانت طيب انت طيب يا حبي اشوفك بعد العيد الله والشغال برباري وليه انت رايح فين قط صوتك انت رايح فين بقولك عندي موتش مهم موتش؟ انت ابني مش حاسس باللي احنا فيه ده بوك لو عارف هيطيين عاشتك هيعرف من ايه؟ تسيبيني يا رودا والنبي؟ ده ماتش نهائي وانا ما صدقت اني رجعت الالعب تاني طب روح لان حتى خيف النهار ده روح الالعب وملعبش كويس لا روح ويلعب كويس ربنا معاك اصحى يا نايم اصحى اصحى واحد رزاق عايزها ليه؟ انا بابا انت مش مزدقنا اسأل خطاب عايزيني اصحى اهو بص تبع تقول ان ده ابوها والله ابوها عم رمضان اشهر مصحراتي في المنطقة معقولة؟ تحب بقى تشوب بقية العيلة الكريمة ولا كفاءة لحد كده؟ لا 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 عيلة ايه؟ كفاءة وعليه كده؟ كفاءة ان اتأكدت ان ايه عيلك كده بقى اصلا عارفك يا ماتحة مبسوطة ان اتعرفت عليك والعصة ايه خدمة كلمني على طول ربنا خليك انا كده مرضي انا بس حبيت انبهك مش حايز واحدة زي دي تتحك عليك بصينا بقى حلال عليك بصينا بقى ما نتفرج على الرجل ده عشان شكله مصخرة اوي بس عشان عمي بيصحر اوه ده عمك كنا شربناه عندك يا عم عندي فين ده خلاص عندي تنساه خالص شقت فرشت بقى تشقت زوجيه انا عفلها دلوقتي مشغل فاقه القناة دهلك احترامك نسحاني نسحة نسحاني نسحة نسحة اصحة يا عناي مصحة اصحة يا عناي مصحة اصحة يا عناي مصحة تصحة يا عناي مصحة ببالله ارحمه ببالله ارحمه ببالله ارحمه اشتركوا في القناة